هاخرج من أعمال أكتوبر والحقيقة على الساحة كده في قضيتين سريعاً عايز أستغلك وأن أنت موجود معايا واسألك عنهم في فيديو لعمر كمال نشوفه مع بعض ونعلق عليه لأنه أنا عارفة الفريق قال لي قبل الهوى أن أنا كان هيبا معنا مدخلة قلت لهم المدخلة دي استحالة تدخل في حلق الطريق الشناوي هنشوف أي حاجة بعملها في حياتي يطلع حد يقول لي أصلي يعني يعني معنى الكلام من ربنا طيب لا يقبل إلا طيب طب أوكي أنا أنا يعني بعمل إيه غلط قولي بس أنا بروح أغني في فرح بفرح ناس بروح أغني في عيد ميلاد بروح أغني في حفلة تخرج أصلي أنت فلوسك حرام أنا فلوسك حرام بساعد بيها أنت بعمل فيها أنا برضه عايز أعرف من أي شيخ في الأذر يعني يكلمني أنا بعمل خير بجيب من هنا بحط هنا أنا ده يعني غلط ولا صح حد يقولي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر علق على كلام عمر كمال وقال كمل عرى بركة الله ملكش دعوة بالناس الجهلة مستندا لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر بالإضافة إلى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبنيات ولكل مرئ منوى وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه يجب عليه أن يمضي في سبيل عمل الخيرات ولن يضيع المولى عز وجل أجرى من أحسن عملا وعليه أن لا يلتفت إلى المهاترات والذين نصبوا أنفسهم أوصية على الخلق من دون الله ده الدكتور أحمد كريمة الشيخ مظهر شهين الدعية الإسلامي قال ردا على كلام عمر كمال عمل الخير في حد ذاته شيء طيب تؤجر عليه شريطة أن يكون من مال حلال لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ومالك فيه شبهة الحرام لأن جزء منه تحصلت عليه من فيديوهات فيه رقصات عريات وهذا لا يعني أن مالك كله مال حرام بل من المؤكد أن جزء منه قد تحصلت عليه من مصادر حلال لأن الغناء في حد ذاته ليس حراما وإنما يتوقف على معاني الكلمات والتصوير المصاحب للأغنية فإن كانت الكلمات عادية وتصويرها خالي أن الرقص العاري كانت حلال إن كانت الكلمات خبيصة وتصوير الأغنية فيه عري كانت حراما والخلاصة أن مالك قد خلطته شبهة الحرام منتهى القصوى بسي أنا مع الدكتور كريمة الحقيقة والسعيدة أنه فيه رجل دين متفتح استفتي قلبك كويس هو ربنا خلق وفنان مش كده ما خلوش حاجة تانية فبيغني طب طول عمرنا فيه رقصة طب أنا عندك لك حاجة فيه أكتر من الشيخ عظي من المطرب محمد الكحلوي كان اسمه إيه؟ مدح الرسول مش كده أنا سمع له أنا بس عده بمحط الأغنية وإنتي دايما المتكرمين كل ما كلمك أنت بتسمع محطة الأغنية كويس؟ في أحد الحفلات كان بيغني لجل النبي أنا سمحها بوداني في حفلة بعد ما خلص لجل النبي مسك المايكروفون وقال الآن فيه غنوة اللي هو بدوية يمكن الناس بتعرفهاش قوي اسمها أيزين ويابا أيزينو وهو كان بيلحل بالرأسة وديك غنوة راقصة وقال أقدم لكم الآن المطربة العالمية أنا بقولك التعبير بتاعه نجوة فؤاد نجوة كانت بتعمل إيه؟ بترقص مش كده؟ قدام مين؟ قدام الرسول قدام محمد الكحلوي بعد ما غنى إيه؟ لجل النبي هل هو حرام؟ لا بشعر ما كانش عملها كويس؟ يعني عايزة أقول فكرة أن أنت كرجل دين تحرم كل حاجة تمتول كل أفلامنا كان فيها راقصات طب تقول إيه العمر كمال؟ كمل وبالعكس وربنا ادي لك باب أنك أنت تعمل حفلات وتعمل أغاني ويجيب دخل عشان تدي للفقراء طيب فبالتالي كمل يا عمر أنا مش رجل دين بس أنا اللي فهمه أنه بس أنا شفت اتنين من رجال دين كل واحد قال رأي مختلف آه لا بس عايزة أقول أنت لازم لازم الإنسان عموما فحياته يسفت قلبه فهو واضح يعيني أنه هم بسبب اللي بيسمعوا فحاسس أنها حرام لا